احنا شنو اذن بن عبيد جاية من ليبيا احنا مرى وش ايساء احنا دورنا بش نكرموا المرحومة ذكرى محمد اتفجأت حتى شفنا البيبة متاع المسرح مسكر الاستاذ عبدالحفيظة حسينية المسؤول الاعلامي العرض ذكر ذكرى الكن متوقع انه يقام بالمسرح البلدي بالعاصمة التونسية ومرعنا انه اسمعنا الخبر انه تم ايقاف الحفر قبل المحكمة الابتدائية التونسية كنا جاهزين وحتى عنا ضيوفنا اللي جايونا من خارج تونس موجودين شوفوا طوا في التقنين قاعدين نحو في تجهيزات الصوت وتجهيزات الاينارة لان حضرنا وما رعنا الا قبل العرض تقريبا بساعة ثلاثة ساعات تقريبا جينا اعلام انه تم قرار بالغاء الحفل رغم انه البالح ستصار نفس الموضوع وقرار قضائي باتمام الحفل احنا معلمناش بالقرار قلة ثلاثة ساعات قبل هذا بشنا امتثلنا للقضاء لانه هذا واجب علينا وتمنينا لو كان عرض يستمتع به الجمهور التونسية اللي هو بش يكون عرض لأول مرة يصير في تونس ذكره بالولوجرام للأسف الجمهور بش يعاود يخوا حق التذكر متاعه واذا كان ثم امكانية بش نعاود الحفل في تونس احنا جاهزين نشوفوا صيغة قانونية للمشكل لان حد الان مش فهمين الاشكالوين وما رد الخلاف من بين ورثة الفنينة الذكرى ومن بين المنظمين للحفل اللي عندي علم بيه انه كل الوثائق القانوية بالنسبة للجهة المنظمة قامت بالاجراءات القانونية الحاجة الاكيدة انه شقيق المرحومة هو اللي رفع القضية الاولى ورفع القضية الثانية قول انه ممكن تنجم تكون سما ايساءة باستعمال صورة المرحومة مع انه احنا مراوش ايساءة احنا دورنا بش نكرموا المرحومة ذكرى محمد واعتبرنا ذكرى كموروث وطني ماهيش ذكرى ملك حد وحدو كلنا نحبوا ذكرى اولا نتأسف على الغاء الحفلة ذا اولا مش نتأسف هنا على البيبليك الجمهور اللي قصد سيكر والمسلحة حاسب ما سمعتنا كومبليم تعبع على الاخر كي نبدأوا بالخطأ لوليني اللي صار على منع الفنينة المغربية نبدأوا بالخطأ ذاك راو خطأ اداري وراو ما عندها حتى للوزارة عندها يد في الموضوع ذا ولا عندها ذنب كذلك الفنينة المغربية ما عندها حتى ذنب الخطأ الثاني اللي هو المتعاهدة ليس المنظر المتعاهد ما خلش الترخيص كتابي من عائلة المرحومة لاخر لحظة اتصل بيها لاخوة المرحومة ذكرى واصر والحى لانه هو زادة عنده خويتها زادة معاه مش هو هو لكن هو موكلينه التوكيد عنده يقول لك انا احنا كورثة راو مخوتي منعين الحفلة ذا لانه حسوا فيه هالانو جرام هذي هالتقنية جديدة تروى ذا باش تأثر على صورة ذكره وما حسوها وزيد ادعاءات قالت المنظمة فما اسرار ولا هو ما منصورش فما اسرار وقع الغاء الحفل قانوني حكيت مع المتعاهد قلت له راو ما عندك حتى السبيل كانت تاخذ الترخيص القانوني من عند الورثة الحفلة القلغية بقرار من المحكمة ذا شي مؤسف للمعجبين الذكرة وانتي من اشد المعجبين الذكرة اشد المعجبين الذكرة يعني ما تقول مجنون الذكرة واول ما جيت تفاجأت علشت لغاية الحفلة ما نعرش عليش كهو تأزمنا على الاخر والله يهدي اللي كان سببه كهو والله هو مش من جمهور ذكرة فقط ذكرة اللي يرحمها نحبوها برشا وربي يعلم الواحد بالالتزامات متاعه معناها اليوم جيت من أندي بلاسمو من البعيد اتفاجأنا الحق حتى شفنا البابة متاع المسرح مسكر اتفاجأنا بالتوافمنا من الوخيان اللي الحفل وقاء لغاءه الحق العديد من الاسهلة شنو اللي سارة علاش الله يرحمها ذكرة ان شاء الله بالحاجة اللي صارت توا حاجة غرافة على الاخر وحاجة تمس باليماج متاع تونس كتنظيم وكقرار من المحكمة احنا شنو ذنبنا عباد جاية من ليبيا عباد جاية من دول العالم الكل من الخليج من مصر ايني واحد من الناس جاي منا من سوسا ذكرة حلوة ذكرة حلوة مرتب دنياك وعدك